وسلامة عطالة مراسل الغد سلامة هل من رد فعل واضح للاتحاد الأوروبي؟ بلا شك بأن اغتيال الجنرال الإيراني سليماني يفتح فصلان جديدا في مسلسل التصعيد المتصاعد في المنطقة التحاد الأوروبي تأخر قليلا في تصدير موقف ربما بسبب الإجازات وأيضا لحساسية الموقف ولكن في الإطار العام حذر الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة من أخذ المنطقة لمزيد من التصعيد وقال بأن التصعيد في هذه المنطقة يمكن أن يفتح الأبواب أمام سيناريوهات كارثية لحرب مدمرة تدمر المصالح سواء للدول الإقليمية وكذلك للمصالح الدولية وتحديدا للمصالح الأوروبية المرتبطة بتلك المنطقة الأوروبيون لهم علاقة مباشرة في تقييم ما حدث وفي كذلك ما يمكن أن يترتب لأنهم موجودين تحت مظلة حلف الناتو في العراق الحلف الذي يدرب القوات العراقية يحرص على أن تكون العقيدة العسكرية للقوات العراقية عقيدة وطنية بعيدة عن التدخلات الخارجية وتحفظ المصالح الوطنية وكذلك المصالح الأوروبية فضلا عن المصالح الأمريكية لذلك لا شك بأن الأوروبيين يريدون ضمان أن تبقى القوات العراقية ضمن هذه العقيدة العسكرية وأن لا تنقلب على من مول تدريبها ومن يسهم في تنمية قدراتها لكي لا تأخذ الأمور أبعادا أكثر من ذلك تحذيرات أوروبية متصاعدة في أكثر من محطة من محطة هذا التصعيد المتصاعد في المنطقة ولكن لحتى اللحظة لم يصدر بيانا يفصل الموقف الأوروبي لكن لا يمكن للأوروبيين أن يتناقضوا بشكل صارخ مع الموقف الأمريكي كذلك هناك ترقب لما يمكن أن تكون به إيران من ردود فعل خصوصا وأن إيران قد قالت بأن الولايات المتحدة ستشهد فأرا شديدا هذا يضع الكثير من الخطوط تحت هذه الكلمة ويفتح الكثير من التوقعات حول مكان الرد كيفية الرد وكيف يمكن أن يتطور هذا الرد وهذا أيضا سيدعم الجدل أو النقاش القائم حول ضرورة تعزيز الوجود العسكري الدولي في منطقة الشرق الأوسط في منطقة الخليج وكذلك ربما يكون لحلف شمال الأطلسي مزيد من الوجود طائرات الأطلسي طائرات الأواكس تحلق في المنطقة تجمع المعلومات تعطيها للحلفاء تعطيها للدول الصديقة تنظم المعلومات ولكن ما يمكن أن ينتج عن هذا الاغتيال من تطورات ميدانية على الأرض سيدعو ربما الناتو لفتح مزيد من الأبواب لمزيد من التواجد العسكري على الأقل على صعيد على صعيد مزيد من المعلومات وتطيير طائرات الأواكس مزيد من طائرات الأواكس في المنطقة لمحاصرة أي تطورات يمكن أن تؤدي إلى تهديد جدي للمصالح الأوروبية للمصالح الغربية في المنطقة هل تحاول إيران استثمار هذه المصالح الأوروبية ووجود بعض الشركات في العديد من العواصم الأوروبية لهذا يضع الأوروبيون أيديهم على قلوبهم لأنهم يعرفون بأن إيران تريد أو تحاول وقد أثبتت قبل ذلك بأنها تستغل الحساسية الأوروبية تستغل الحاجة الأوروبية تستغل أحيانا الضعف الأوروبي على صعيد التواجد العسكري في المنطقة للضغط على الولايات المتحدة لذلك لا يريدون أن يدفعوا ثمن السياسة الأمريكية وفي نفس الوقت لا يريدون التصادم مع السياسة الأمريكية ولكن في كل الأحوال قاسم سليماني هو شخص يدير العمليات الخارجية لإيران وهذا يعني بأن الأوروبيين أكثر حرية في التعبير عن دعم ممكن للولايات المتحدة في هذه العملية خصوصا وأنها لم تكن في إيران ولم تكن موجهة لشخصية إيرانية سياسية ولها علاقة بعمليات إيرانية خارجية عسكرية مدانة من الطرف الأوروبي وقد عبر المسؤولين الأوروبيون عن هذه المواقف في أكثر من مرة ودعوا طهران للتراجع عن تدخلاتها الخارجية في المنطقة قاسم سليماني الذي ظهر في مقابلة قبل شهور هذه المقابلة النادرة والذي يتفاخر بأنه يلعب بالمكونات الأقليمية كما يريد كان يتحدث عن مشاركته الشخصية مع حزب الله في بعض الأمور وكان يتحدث عن مشاركاته في بعض ملفات المنطقة في رسالة واضحة بأن إيران تستطيع أن تحرك وبشكل مباشر بل وتدير بشكل مباشر العمليات العسكرية التي يمكن أن تؤذي جميع من سيستهدف إيران هذه المقابلة التي حظيت باهتمام بالغ من قبل المراقبين الأوروبيين خصوصا وأنها مقابلة نادرة وتحمل رسائل واضحة بأن إيران مستعدة لفتح أكثر من جبهة وليس لديها خطوط حمراء في التعامل مع أي تهديد ليس لديها جغرافيا تحدها في التعامل مع أي تهديد وهذا يعني بأن الأوروبيين أيضا يفتحون أعيونهم واسعة على أمنهم في الداخل على مصالحهم في الخارج وعلى ما يمكن أن يحدث في المنطقة وما يمكن أن يستدعيه ذلك من تواجد عسكري أوروبي أو مزيد من التواجد هناك لضمان تدفق النفط لضمان مرور المعابر البحرية أو المنافذ البحرية أن تعمل بشكل جيد وأن لا تحدث اضطرابات كبيرة تنعكس بشكل عضو بشكل مباشر على أوروبا لأن الأمن الأوروبي مرتبط ارتباطا عضويا بالأمن الشرق الأوسط وهذا ما أثبته التاريخ الحديث سواء فيما تعلق بالعمليات الارهابية التي نتجت عن أحداث في الشرق الأوسط ودفع ثمنها الأوروبيون في الداخل موجات الهجرة والمصالح الاقتصادية كذلك إذن سلامة الله مرسل الغد من بروكسل شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك